بسم الله الرحمن الرحيم مرحبا بالسيدات والسادة أولياء أمور طلبة الثانوية العامة والأزهرية الجدد للعام الدراسي الديد 2023 شرطة 2042 تحية طيبة من القلب أما بعد يستعد طلبة وطالبات الثانوية الجدد حاليا لخوض الماراثون الطويل للعام الجديدة وكلهم آمال عريضة للوصول إلى الكلية التي يحلم بها كل طالب وطالبة بعد اجتياز الامتحان القادمة والحصول علي أعليا للدرجات هذا شيء جميل ومطلوب ولكن للشيء المؤسف والمخجل هوات سابق هؤلاء للطلاب وأهاليها ممبكرة نحو أماكن براقة ظاهرية مكيفة وبها كل وسائل الراحة وللترفيها تدعي سناتر أو مراكز تعليمية من لما في طردانها بدئل عن المدرس التي هي من لما في طردان تقوم بهذه المهمة الخاصة ولمأهلة للجامعات من؟ المفترض أن تلك المدارس بها كبار المعلمين المعتمدين رسميا من قبل الدولة ووزارة التربية والتعليم في مختلف المواد والمناهج الدراسية وصرف عليه الدولة سنويا ملايين الجنيهات لتدريبهم وثقلهم لكي يستطيع كل معلم أن يطور مستوها لعلمي ولفني لكي يتثن له أدئ مهمته للتعليمية علي أكمل وجه ولكي تتم هذه العملية علي أكمل وجه لابد من نظام محرك يبسط الأمور علي الطلبة والمعلمون داخل إطار المدرسة الثانوية لذلك دعت الوزارة علي استحياء لي بدأ ما يسمي بمجموعات الدعم المدرسي التي تسمح لكل طالب باختيارة لمدرسة ولمدرستنا لمناسبين له في مختلفة لموادى للدراسية النظيرة تلقي لمدرسة مقابل مادي مناسب أقل كثير مما يدفعها للطلاب فالسناترا المقتضة بالالطلبة والالطلبة والتي يعمل بها غلب أشخاص من خارج المنظومة للتعليمية وقليل منها مالذي كان ينتمي للوزارة وتركها لأيسبيب غير معلوم وهذه للنوعية من أشباه المعلمين الغير مدربين علي الأنظمة التعليمية الحديثة السبب الحقيقي في انهيار المستوي التعليمي للكثير من الطلاب وظهر هذا جليا في انخفاض المجميع بشدة هذا العام وخصوصا لطلبة الشعبة العلمية بفرعيها علوم ورياضيات عن الأعوام للسابقة ولما يتعظ بذلك لطلبت الجدد وانساق وبلوعي نحو لسناترا ذات البريق الكاذب وأشبه لمعلمين لمخابعين لذي روج لهم أصحاب لسناترا بسبب للركح الهائل الذي يجني من وراء مقدعات ملازمة فخرة لطبعة تحتوي ملخص عقيم لكتب الوزارة وكمية كبيرة من الأسئلة للمصروقة من بنك لمعرفة ومنصات التعليم الموجودة بكثرة علي الشبكة العنكبوتية فصل ومكتوب علي تلك الملازم أسمائهم علي أساسا أنهم من قاموا بتأليفها وهذه كله تحت علم وسمع وزارة التربية والتعليم وهيئة الرقابة الإدارية يجب علي الجهات الرقابية مراجعة ومصادرة كل هذه المطبوعات الغير شرعية والتي يحتوي الكثير منها علي مغالطات وأخطاء علمية والتي تعد بمثابة سموم يحقن بها الطلبة علي مدار العام بغرض اجتياز عقبة الانتحان وستفيد منها القليل من للطلاب ولكنها للتسمى والأتغنى من جو على الأسواد الأعظم منهم ويت مهدر الملايين من الجنيهات سنوية عليها وتذهب تلاك الأموال لأصحاب لسنات رواتب عهم كلا هذا من دماء الغلاد وخصوصا للطبقات المتوسطة التي تلهث وراء أولادها من أجل إتاح أفضل فرص على التعليم لها مكما يظنون فصل وهذا خطأ كبير يجب علي السادة أولياء الأمور التأكد من هوية كل معلم ينوي إرسال أبنه أو ابنته الياه حيث يكون مسجل مهنة المعلم ودرجته العلمية وتصنيفه معلم أول أو خبير أو بير معلمين وتخصصه في زياء أو كمياء أو رياضيات عائل خفي بطاقة للرقم القمي التي يجب علي أصحاب السناترة وضيحها ونشرها مع بيانات معلميها مال مزع ومين وأنا بصفتي كبير معلمين لمادة الكيمياء للمرحلة الثانوية كما هو مسجل في بطاقة الرقم القومي الخاصة بي وأنتمي لوزارة التربية والتعليم فصل مدرس ثانوي حكومي أصلي بمحافظة القاهرة وعملت بإدارات مصر الجديدة ومدينة مصر ولاقاهرة لجديدة مأخارة وعضو في لجان الصياغة أسئلة الامتحانات للمرحلة الثانوية أدعوها للطلبة وللطلبة الجدد وللسادة أولياء الأمورة للتريث قليل وتوخي الحظرة للشهادة للثانوية عيزاية ضيمة ومثابرة منى للطالب لأنها تراكمية وما بني علي بطلفها وبطل وللطالب عليها لعبئ الأكبر حوالي ثمانين في المائة والمعلم دورها فقط موجه ومنظم لعمل ومسار الطالب علي مدار العام إلي جانب التوفيق من الله سبحانه وتعالي وفي هذا الفيديو سوف أعلمك كيف تتحقق من هوية المعلم الأصلي من بطاقة الرقم القومي مع مقدمة تمهيدية ومراجعة علي مسبق دراسته في مدة الكيمياء خلال المرحلة الثانوية العامة والأزهرية وكل غرضي تقسيط الآمور لأبنائنا منى للطلبة والاقلبة الجدد في للشهادة للثانوية فصل وظومة ما فيسلم ولي لقاء قريب في تقسيط وشرح للباب الأول العناصر الانتقالية والحديدة من خلال موجز في الكيمياء مرحبا أصدقائي منشئي المحتوي وأصحاب القنوات المتنوعة علي منصة اليوتيوب بسم الله الرحمن الرحيم مرحبا بالسيدات والسادة أولياء أمور طلبة الثانوية العامة والأزهرية الجدد للعام الدراسي جديد 2-2-3 شرطة 2-0-2-40 تحية طيبة من القلب أما بعد يستعد طلبة وطالبات الثانوية الجدد حالية لخوض الماراثون الطويل للعامة الجديدة وكلها مآمال عريضة للصوليالي لكليت التي يحلم بها كالطالب وطالبة بعد اجتياز الامتحان القادم والحصولي علي أعليا للدرجات هذا شيء جميل ومطلوب لكنا للشيء المؤسف والمخجل هو تسابق هؤلئي للطلاب وأهلها مما بكرى نحو أماكن براقة ظاهرية مكيفة وبها كالوسائل للراحة وللترفيهة الدعي سنات رؤوا مراكز تعليمية من المفترض إنها بدائل عن المدارس التي هي من المفترض أن تقوم بهذه المهمة الخاصة والمؤهلة للجامعة ومن المفترض أن تلك المدارس بها كبار المعلمين المعتمدين رسميا من قبل الدولة ووزارة للتربية وللتعليم في مختلف آل مواد والمناهج آل الدراسية والصرف عليه آل الدولة سنويا مليئين البنيهات لتدريبها موثق لهم لكي يستطيع كلمعلم أن يطور مستوى آل علمي والفني لكي يتثن له أدئ مهمتها للتعليمية علي أكمل وجه ولكي تتم هذه العملية علي أكمل وجه لابد من نظام محرك يقصط الأمور علي الطلبة والمعلمون داخل إطار المدرسة الثانوية لذلك دعت الوزارة علي استحياء لي بدأ ما يسمي بمجموعات الدعم المدرسي التي تسمح لكل طالب باختيار آل مدرس أو آل مدرسة آل مناسبين له في مخاتل في آل موادية للدراسية النظيرة لقي آل مدرسة مقابل ما دي مناسب بأقل كثير مما يدفعها للطلاب في ألسناتر المقتضط بالالطلبة والالطلبة والتي يعمل بها غلب أشخاص من خارج المنظومة للتعليمية وقليل منهم الذي كان ينتمي للوزارة نتركها لأي سبيب غير معلوم وهذه للنوعية من أشباه المعلمين الغير مدربين علي الأنظمة التعليمية الحديثة السبب الحقيقي في انهيار المستوي التعليمي للكثير من الطلاب وظهر هذا جليا في انخفاض المجميع بشدة هذا العام وخصوصا لطلبة الشعبة العلمية بفرعيها علوم ورياضيات عن الأعوام للسابقة ولما يتعظ بذلك على الطلبة الجدد وانساقوا بلوعي نحو ألسناتر ذاتي البريق الكاذب وأشبه ألم علمين ألم خادعين الذي يروج لهم أصحاب ألسناتر بسبب على الربح الهائل الذي يجنيمن وراء مطبعات وملزم فخرة على الطبعة تحتوي ملخص عقيم لكتب الوزارة وكمية كبيرة من الأسئلة المصروقة من بنك آل معرفة ومنصة التعليم الموجودة بكثرة علي الشبكة العنكبوتية فصل ومكتوب علي تلك الملازم واسمائهم علي أساس إنهم من قموا بتأليفها وهذه كله تحت علم وسمع وزارة التربية والتعليم وهيئة الرقابة الإدارية يجب علي الجهات الرقابية مراجعة ومصادرة كل هذه المطبعات الغير شرعية والتي يحتوي الكثير منها علي مغالطات وأخطاء علمية والتي تعد بمثابة سموم يقن بها الطلبة علي مدار العام بغرض اكتياز عقبة الامتحان وستفيد منها القليل من على الطلاب ولكنها لاتسمنوا لأتغن مناجوا على الأسواد الأعظم منهم ويتما اهدر الملايين من الجنيهات سنوية عليها وتذهب تلك الأموال لأصحابي لسنات رواتب عهم وكل هذا من دماء الغلاب وخصوصا للطبقات المتوسطة التي تلهث وراء أولادها من أجل إتاح أفضل فرصة لتعليم لهم كما يظنون فصل وهذا خطأ كبير يجب علي السادة أولياء الآمور التأكد من هوية كل معلم ينوي إرسال أبنه أو ابنته اليه حيث يكون مسجل مهنة المعلم ودرجته العلمية وتصنيفه معلم أول أو خبير أول أو خبير معلمين وتخصصه في زياء أو كيمياء أو رياضيات نقطة إلى خفي بطاقة للرقم القومي التي يجب علي أصحابي لسناترة وضيحها ونشرها مع بيانات معلميها مال مزع ومين وأنا بصفتي كبير معلمين لمادة الكيمياء للمرحلة الثانوية كما هو مسجل في بطاقة الرقم القومي الخاصة بي وأن تمي لوزارة التربية والتعليم فصل مدرس ثانوي حكومي أصلي بمحافظة القاهرة وعملت بإدارات مصر الجديدة ومدينة نصر والقاهرة لجديدة مأخرة وعضو في لجان الصياغة أسئلة الامتحانات للمرحلة الثانوية أدعو للطلبة ولطلبة الجدد وللسادة أولياء الأمور بالتريث قليل وتوخي الحظرة للشهادة للثانوية عيزاه تنظيم ومثابرة مناء للطالب لأنها تراكمية وما بني علي بطلفها وبطل وللطالب عليه يالعب الأكبر حوالي ثمانون في المائة ولمعلم دورها فقط موجه ومنظم لعمل ومسار الطالب عليه مدار العام إلي جانب التوفيق من الله سبحانه وتعالي وفي هذا الفيديو سوف أعلمك كيف تتحقق من هوية المعلم الأصلي من بطاقة الرقم القومي مع مقدمة تمهيدية ومراجعة علي مصق درستها في مدة الكيمياء خليلي مرحلة الثانوية العامة والأزهرية وكل غرضي تبسط لآمور لأبنائنا منع للطلبة والطلبة الجدد في للشهادة للثانوية فصل ودوامات ما في سلم وللقاء قريب في تبسط والشرح للبيبياء لأول العناصر الانتقالية والحديد منخل الموجزال في الكيمياء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة موسيقى موسيقى اشتركوا في القناة وايضا هتلاقي في جدول في عدد تأكسد عناصر السلسلة الانتقالية الأولى واهم عدد تأكسد لكل عنصر وطبعا ده هنوالي برضو ايه تفسيره فيما بعد اا ان شاء الله تكون فتحة خير وتكون سنة سعيدة على الجميع ان شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اا كان معاكم اا مستر اشرف الهادي كابير معلمين الكيمياء والكهراء الجديدة سلام والحديث اا تدس على ارسال ويجيلك النتيجة وتعرف اخطائك ااا حاول تعيد الانتحان برة تانية وتشوف النقط اللي واقفت معاك ورجحها اا ان كنا احنا عملتها بسرعة وبكانش في وقت عشان اا نفسر اكبر من كده ولكن اوعدكم في الفيديوهات القادمة هنحاول نفسرها بطريقة اوضح بحيث نلبي رغبات جميع الطلبة والطالبات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته كان معاكم مستر اشرف الهادي كابير معلمين الكيمياء بيطار تبقريب جديدة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته تشوف شكرا midOO شكرا وبركاته جمه الله ارحمك أشرف حستي نحن اشتركوا في القناة